اشتركوا في القناة المميز في هذه الرسالة هو المواضيع التي يطرحها بولوس تختلف بعض الشيء عن المواضيع التي يطرحها برسائل أخرى مثلاً رسالته إلى أهل غلاطية أو إلى أهل كورينثوس وقتل بعالج مواضيع عقائدية أو أخلاقية وسلوكيات معينة برسالة أفاسوس لا نرى هذا الموضوع وإنما الموضوع هو الكنيسة عضوية الشخص في الكنيسة الشخص المسيحي ليس فرداً وإنما عضو في الكنيسة نص الرسالة لهالأحد مأخوذ من الإصحاح الثاني الآية أربعة للآية عشرة بالآية أربعة بيبلش الرسول بولوس بيقول الله ونحن أموات في الخطايا أحياناً نحن بالخطيئة غير مستحقين في تعاستنا الرب خلصنا أنعم علينا بالخلاص هذه نعمة من عند الرب وفضل منه ما في فضل لإنسان أنه حصل على الخلاص وإنما هي نعمة معطاة مجاناً من الرب النعمة تحدد هون أو تعني شيئين النعمة الأولى هي العمل الخلاصي الفدائي الذي عمله يسوع المسيح على الصليب لخلاص البشر على مستوى عام والنقطة الثانية بالدرجة الثانية النعمة على المستوى الشخصي كيف ربنا من إنسان عطيق فاسد بيحولني إلى إنسان جديد إلى خليقة جديدة بالآية ستة بيقول شغلة كثير حلوة وأقامنا معه وأجلسنا في السماء كمان هذه من نعمته من محبته أجلسنا في السماء يطرح السؤال كيف وآيمتن ووين نحن حالياً بعد ما جلسنا مع الرب في السماء ولكن الرب يريحنا بعض الشيء بنعمته بالتعزيات اللي بيعطينا إياها حالياً وكأنه يجلسنا حتى نرتاح رح نجلس مع ربنا في المجيء الثاني عندما يتمجد الجسد وساعتها مثل ما بيقول بولوس بالرسالة بالآية سبعة ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته ساعتها بلنا نشوف النعمة التي تفوق كل تصور عندما نجلس معه في الدهر الآتي بالآية ثمانية وتسعة بيجي للأمور العملية يلي هي عدم الافتخار بالأعمال لأنه مهما عملنا نحن بالعادي ما من نعمل شيء ولكن مهما عملنا ما من نحصل على النعمة النعمة تعطى لنا مجاناً ولكن هون بدنا نركز على شغلتين إذا حصلنا على النعمة مجاناً هل تبقى النعمة دائماً أو أنه فيه احتمال بحالة من الحالات أنه تطلع النعمة من الإنسان طبعاً لا النعمة لا تبقى دائماً إذا الإنسان ما انتبه وما عاش بحسب تعليم الرب ووسيط وما تطلبه هذه النعمة قبل مكفي بدي وضح موضوع لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح المقصود هون العمل الخليقة الأولى خلقنا منه مخلوقين في المسيح هي الخليقة الثانية المجددة بيسوع المسيح وبالتالي نرجع لموضوع النعمة إذا كنا نحن مركزين ومنتبهين ومنتمسكين بوصايا الإنجيل وتعليم الرب ومثابرين على عمل الصلاح ساعتها تبقى النعمة فينا عمل الصلاح أكيد في بدايته صعب ولكن إذا دربنا النفس يعطينا الرب قوة ونعمة حتى يتحول هذا العمل إلى فرح ربنا يعطي الجميع أن يعملوا الصلاح والخير لتمجيد اسمه القدوس فقط وليس لتمجيد أنفسنا الرب يكون معكم جميعا وبركنا أمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر